الآن بعد ما تعرفنا عن تصنيف النباتات خلينا نتحدث عن النباتات في حياتنا اليومية أهميتها، استخداماتها طبعا إشي طبيعي إحنا ما بنقدر نستغني عن النباتات في حياتنا اليومية أكيد بنعتمد عليها كمصدر الغذاء وأكيد بتدخل في العديد من الصناعات مثل المنابس، الأثاث، الورق وشغلة مهمة كمان إنه هاي النباتات بتحتوي على عناصر كيميائية هذا الموضوع بخلينا إنه نقدر نستخدمها كبديل للأدوية أنتو بتعرفوا إنه الأدوية اللي بنلجأ لها في حالة المرض هي بتحتوي على عناصر كيميائية فممكن إنها تكون النباتات تغطي هذا الغرض أو تفي بهذا الغرض وإحنا هذا الإشي طبعا بمرؤ عنا أمثل كثير في حياتنا اليومية نضطر لاستخدام النباتات كعلاج لبعض الأمراض وفي عنا كثير من النباتات مثل النعنع، الينسون، البابونج، الزعتر يعني مثلا الزعتر مسكن قوي للآلام ومضاد للبكتيريا والفيروسات النعنع كمان مهدئ للأعصاب ومسكن البابونج كمان بيخفف من التوتر وبساعد على النوم بيخفف من الآلام واليانسون أيضا يخفف من الغازات والانتفاخات يعني في استخدامات كثيرة للنباتات من حيث احتواءها على عناصر كيميائية تجعلنا نستفيد منها كبديل للأدوية هيك بنكون أنهينا كل ما يتعلق بمملكة النباتات خلينا ننتقل للمملكة اللي بعدها